بسم الله الرحمن الرحيم معكم عبدالله الشادي من قناة عبدالله الشادي القناة التي تسمى الضريبة والحسابات والمالية والقانون الموضوع اليوم هو CPI يعني La Contribution Professional Inc هي المساهمة المهنية الموحدة هي إحدى التوصيات المنباتقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجيبيات المنعقدة سنة 2019 الهدف دياله هو إرسال نظام ضريبي خاص بالأشخاص الذاتيين لمحدد دخلهم المهني وفق نظام الربح الجزافي يعني الناس اللي كانوا تابعين الريجيم والهدف من إحدى هذه المساهمة المهنية هو تمكين هذه الفئة من الملزمين المزاوين للأنشطة ذات الدخل المحدود من أداء ضريبة موحدة وشاملة كتضم من جهة الضرائب والرسوم الخاصة بالنشاط المهني ضريبة على الدخل والرسم له مهني وكذا الرسم على الخدمات الجماعية وكذا واجبات تكميلية مرصدة للخدمات الجماعية لفائدتهم كتشمل في مرحلة أولى التأميل الإجباري عن المرض وابتداء من فاتح يناير 2021 سيتم تعويض النظام الربح الجزافي وهو بإحداث نظام القانون رقم 20-07 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2020 بتغيير وتتميم القانون رقم 6-47 المتعلق بجيبية الجماعات المحلية ابتداء من فاتح يناير 2021 على الإعفاء الكلي الدائم من الرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية لفائدة الأشخاص الذاتيين الخاضعين للمساهمة المهنية بالنسبة لنطاق تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة الـ CPU الأشخاص المعنيين بها وما الأشخاص الذاتيون يعني الملزمون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام الربح الجزافي قبل دخول مقتديات قانون المالية لسنة 2021 حيث تنفيذ ثانيا الملزمون الذين شرعوا في مزاولة نشاطهم المهني ابتداء من فاتح يناير 2020 وكذلك الملزمون الذين كانوا يخطعون سابقا للنظام المحاسبة وفق النتيجة الصافية الحقيقية غزلطانات ريال أو النتيجة الصافية المبسطة غزلطانات سامبليفي والذين لا يتجاوزوا رقم أعمالهم حد مليوني درهم المحددة بموجب قانون المالية لسنة 2020 يعني الأشخاص المعنيين بهذا المساهمة ولا بهذا النظام الجديد دي المساهمة المهنية المحدة كانت ثلاثة الأنواع إما الأشخاص الملزمون الذين كانوا خاضعين لانتظام الربح الجوزافي قبل 2021 ولا الملزمون الذين بدأوا نشاط دي المهني ابتداء من شهر واحد 2020 ولا اللي كانوا تابعين للنظام المحاسبة وفق النتيجة الصافية الحقيقية أو للنتيجة الصافية المبسطة واللي ما كيتجاوز يعني اللي رقم الأعمال دي لهم قل من جتل مليون دي للدرهم بموجب قانون المالية دي الألفين وعشرين بالنسبة الاستثناءات من نظام المساهمة المهنية بغض النظر عن رقم الأعمال المحقق هم الملزمون المزاولون للمهن والأنشطة والخدمات المحددة بموجب نص تنظيمي مرسوم دي المية وعشرين نقطة سفر ثمانية نقطة جوج بتاريخ ثمانية وعشرين خمسة ألفين وعشرين بالنسبة الشروط التطبيق الشروط تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة كيتوقف على احترام الشروط التالية أولا عدم تجاوز مبلغ رقم الأعمال السنوي المحقق مع احتساب ضريبة على القيمة المضافة الحدود التالية جوجة المليون ديال الدرهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والحرفية وخمسمائة ألف درهم فيما يخص مقدمي الخدمات الشرط الثاني أو الخراط في نظام تأمين إجباري الأساسي عن المرض وفق النصوص التشريعية والتنظيمة التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة للأساس فرض المساهمة المهنية المحددة كيتحدد الدخل المهني الخاضعين الضريبة على الدخل وفق نظام المساهمة المهنية المحدة على أساس رقم الأعمال المحقق في السنة وتتضرب في معامل هذا المعامل كنا نأخذوه من الجدول فمثلا صاحب متجر للتغذية العامة المعامل لمقابل لي هو 8% والخباز 8% صانع مركبات الإسمنت أو الأجور والأجور الثانية 12% المقاول في البناء 12% نجار تقليدي 12% حداد والمقاول في البناء 12% الكتب والذي يبيع الكتب المستعملة بالتفصيل 20% التي تستغل مقهى فيه الغناء وموسيقى وفرجة 20% كاتب عمومي وكهربائي 20% بالنسبة للمربي النحل ومحلبات ومصوير 25% صاحب مقهى تطبق عليه 30% مكري الحجرات والشقق المؤتتة 30% حلاق للنساء 30% وحلاق للرجال 40% صاحب دار للخياط الرفيعة 40% وكي الأعمال يعني سمصار كيتطبق عليه لطو ديال أو معامل ديال 60% والجدول طويل في تقريبا جميع الحرف والمهن وفي حالة مزولة الخاضع للضريبة لمهن أو أنشطة متعددة ذات معاملات مختلفة فإن الدخل المهني الإجمالي يساوي مجموع الدخول محددة بالنسبة لكل مهنة أو نشاط على حدة وذلك بنفس الطريقة يعني كل مهنة كنشوفوا اسمية دياله وكنشوفوا المعامل ديالها وكنضربوا فيها وكنزيدوا عليها المهنة الأخرى وكنضربوا في المعامل المقابل لها بالنسبة لكيفية احتساب المساهمة المهنية الموحدة المساهمة المهنية الموحدة مقسمة على شقين الشق الأول هو الضريبة المطابقة للدخل المهني تكشير كان كي خلص قبل والشق الثاني هو الواجب التكميلي بالنسبة للشق الأول هو الضريبة المطابقة للدخل المهني لكي تم تطبيق علي سعر ديال 10% الإبرائي على الأساس الخاضع للضريبة وبالنسبة للشق الثاني عدوا علاقة بالشق الأول يعني انطلاق من مبلغ الشق الأول من المساهمة المهنية الموحدة كما هو محتسب علىه يتم على أساس الجدول بعده تحديد الواجب التكميلي المقابل له والمتعين أدائه برسم الشق الثاني من نفس المساهمة والمتعلق بالتغطية الصحية وذلك كما يلي مثلا الشق الأول يعني الدريبة المطابقة للدخل المهني إلا كانت أقل من 500 درهم كان خلصه لها 300 درهم على أربعة المرات في العام يعني المجموع دياله 1200 ولكن خلصه 1200 مرة في العام يعني قبل شهر ربع إلا كان الشق الأول ما بين 500 أو 1000 كان خلصه 390 درهم أربعة المرات في العام يعني في شهر 13 شهر 16 شهر تسعود وشهر 12 ولكن خلصه مرة واحدة 1560 قبل لا يدخل شهر ربع يعني في شهر 3 وكذلك جميع الأمثلة بعدها وتجدر الإشارة أن قانون مالي لسنة 2021 كينص على تدبير انتقالي يعني هذا تدبير انتقالي غير كيخص غير 2021 كيسمح للخاضعين للضريبة بالامتتال للالتزامات الجديدة والقيام بالإجراءات المتعلقة بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض اللي هو الواجب التكميلي وفي هذا الصدد فإن الواجب التكميلي يعني الشق الثاني للمساهمة المهنية المحدة يتم أدائه حسب وضعية الملزم بخصوص انخراطه في نظام التأمين الصحي المدكوب طبقا للنصوص الشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لأن المساهمة المهنية الموحدة كتخلص فيها الضريبة التي كنت تخلصتها من قبل وكتزيد عليها الواجب التكميلي وهكذا فإن هذا شق المساهمة المهنية الموحدة المتعلق بالواجب التكميلي المتوقف على انخراط الملزم في نظام التأمين الإجبالي الأساسي عن المرض خلال السنة 2021 من أجل تسهيل تطبيق المقتضايات المتعلقة بالنظام الجديد للمساهمة المهنية الموحدة أشكيد دار تحد وبصفة انتقالية الأساس الضريبي ديال 2020 كسنة مرجعية وتضربوه في السعر الإبرائي اللي هو 10% على الدخل الافتراضي هذا مطابق للمجموع ديال الضرائب اللي يخلصهم يعني الدرائب والرسوم الضريبية على الدخل والرسم المهني وبعض المرات حتى الرسم الخدمات الجامعية يعني المجموع ديالهم تقريبا هو الأساس الضريبي ديال 2020 ومضرب في 10% المستحق على المنزمين بموجب المقتضايات السابقة للمدونة العامة للدرائب والقانون رقم 046 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية من بعد كي شدو لك الأساس الضريبي المحصل عليه وكي حولو رقم أعمال الذي يفترض أنه تم تحقيقه مع اعتماد المعامل المحدد لكل مهنة طبقا للجدول الملحق بالمدونة مدونة العامة ونشوفه في واحد المثال كيفاش كينطلقوا من الأساس الضريبي وكيلقوا رقم الأعمال تقريبا تقريبا كما تجدر الإشارة أنه اعتبارا لكون مبلغ المساهمة المهنية الموحدة كي شمل ابتداء من فاتح يناي 2021 مجموع الواجبات المطابقة للرسم المهني زي ذا رسم الخدمات الجماعية فقد نص القانون رقم 20-07 الصادر بتاريخ 31-12-2020 بتغيير وتتميم القانون رقم 0-0-46 متعلق بجبايات الجماعات المحلية على الإعفاء الكل الدائم كل والدائم من هذين الرسمين لفائدة الأشخاص الذاتين الخاضعين لمساهمة المهنية الموحدة يعني اللي غدي خلص المساهمة المهنية الموحدة ما غي خلش الرسم المهنية والرسم على الخدم مع العلم أنه المساهمة المهنية والمجموع دي الرسم اللي كي بتخلصه وكتزاد عليه آآ الواجب تكميلي دا بندزو الإقرار برقم الأعمال يعني اللي شيفة ضافها كي تعين على الخاضع للضاربة المحدد دخله المهني وفق هذ النظام دي المساهمة المهنية الموحدة إذا إقرار سانوي برقم الأعمال ديالو المحقق والمطابق لكل نشاط أو مهنة يزاوي له مع الدفع التلقائي للضريبة بطريقة إلكترونية أو على حامل ورقي أو وفق مطبوع نامو دجي تعده الإدارة الجبائية لذلك وذلك قبل شهر أربعة من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال يعني رقم الأعمال ديال 2020 خصوا يحطوا قبل فاتح أبريل ديال السنة ديال 2021 يعني السنة الموالية كما يجب أن يدلي بهذا الإقرار لدى مفتش الضرائب التابع له الموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسية للخاضع الضريب يعني يخص يمشي لدى مفتش الضرائب ويدلي بهذا الإقرار برقم الأعمال لتابع له هذه المؤسسة أو الموطن الضريبي والذي يتضمن جملة من البيانات لا سيما تلك المتعلقة باختيار آجال الأداء يعني في الإقرار يقول السيد الخاضع للضريبة واش غادي نخلص سنويا يعني من العام لعام أو ربع سنوي يعني أربعة المرات في العام وفي حالة تفويت أو القطاع عن مزاولة النشاط المهني يعني في حالة إلا فوت هذا النشاط اللي كتقوم به الوحدة أخر ولا انقطعتي بمرة على هاد المساولة ولا في حالة الوفاة ولا في حالة مغادرة نهائية للمغرب كيتعين على الخاضع للضريبة أو بدوي الحقوق حسب الحالة إذاع الإقرار المذكور داخل آجال منصوص عليها في المادة 85 و 150 من المدونة العامة للضرعب وقد جدر الإشارة إلى أنه يتعين على جميع الخاضعين للضريبة المعنيين بالمساهمة المهنية المحدة إذاع الإقرار بالدخل المتعلق بهم كتقول من الدو بأن الخاضعين للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية المحدة كيتعين عليه ابتداء من فاتح يناير يعني من شهر 1 2021 الدفع بطريقة إلقائية لمبلغ هذه المساهمة تبعا للاختيار المعبر عنه في إقرارهم المتعلق برقم الأعمال وحسب الآجال التالية وفي هذه الحالة نجد الحالة في حالة اختيار الدفع ربع سنوي يعني إما تختار سنوي يعني تخلص سنويان من العام العام ولا ربع سنوي يعني ربعات المرأة في العام هذه الدفعات تؤدي على أربع دفعات كل دفعات تساوي تقريباً تساوي الربع ديال الدريبة يعني 25% من مبلغ الدريبة المستحقة وذلك قبل نصيرام الشهر الثالث يعني قبل أن يكمل شهر 3 تخلص واحدة وقبل أن يكمل شهر 6 تخلص الثانية وقبل أن يكمل شهر 90 تخلص الثالثة وقبل أن يكمل العام يعني شهر 12 تخلص الرابعة والأخيرة للسنة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال يعني رقم الأعمال اللي حققتي مثلاً في 2020 قبل أن تخلص شهر 3 تخلص الربع ديال الدريبة عليه وشهر 6 تخلص الربع الثاني وشهر 6 تخلص الربع الثاني وشهر 12 تخلص الربع الرابع هذه في 2021 أما في الحالة الثانية يعني لو اختارتي الدفع السنوي كتأدى الدريبة واحدة وقد تكون قبل فاته أبريل يعني قبل انصيرام شهر 3 يعني بحاله بحاله لولا فرق غرفة ضريبة من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيقه رقم الأعمال يعني رقم الأعمال اللي حققته في 2020 ستخلص عليه الضريبة سنوية قبل قبل شهر 4 كما يمكن للخاضعين للضريبة المعنيين القيام بالأداء المتعلقة بالمساهمة المهنية الموحدة لدى الإدارة الضريبية بالطريقة الإلكترونية يعني ممكن تخلص إلكترونية نشوفوا المئتال الأول لإحتساب المساهمة المهنية الموحدة الحالة الأولى لي واحد خاضع للضريبة مزاول لنشاط مهني قبل فاتح يناير 2021 يعني كان قبل اخدام ولا كان عدو واحد نشاط كزاول واحد نشاط قبل 2021 وفق النظام وكان النظام اللي تابلي ونظام الربح الجوزافي ناخد مثلا متجر صاحب متجر دي التغذية العامة EPC يعني ملحانة كان خاضع الضريبة يعني قبل قبل 2021 حسب نظام الربح الجوزافي وكان مطالب برسم ودبه بمطالب برسم السنة المرجعية 2020 بأداء الضريبة على الدخل 1800 درهم ورسم المهاني 1200 درهم يعني مجموع دي الواجبات هو 1800 زائد 1200 هي تلتلاف درهم بالصفة انتقالية فإن الواجبات التي يتعين أداؤها سنة 2021 يعني في 2021 أشنو خاصي يخلص في إطار النظام المساهمة المهنية الموحدة حيث تولى تابع دقاء النظام المساهمة المهنية الموحدة تم الإبقاء عليها بدون أي ثغير حيث هذه مرحلة انتقالية دكشي اللي كان كي يخلص خذي خلص حيث تم احتساب استنادا إلى الكيفيات والأسعار والمعاملات المنصوص عليها قانونيا وذلك كما يلي قلنا بأن نظام المساهمة المهنية الموحدة في جوج في شقين شق الأول هو دكشي اللي كان كي يخلص قبل والشق الثاني هو اللي متعلق بالشق الأول اللي قلنا هو الواجب التكميلي عدنا الضريبة هي تلتلاف درهم بش نعرفو لا باز انبوزاب يعني الأساس الضريبية اللي اشتبنات كنشدو تلتلاف درهم وكننقصبوها على عشرة في المية كنتعطينا تلاتين الف درهم إلا بغينا نعرفو البينيفيسي يعني الرباح خصونا نعرفو شيف غداف فاق يعني رقم المعاملات وكنضربوه في واحد لوتو اللي هو معامل للمهنة اللي كي زاولا مثلا فهد المثال عندنا المهنة دي لصاحب متجر للتغذية العامة السعر اللي مقابل لهد المهنة هو 8% يعني باش نعرفو رقم الأعمال غدا نشدو الرباح وتنقصموه على 8% الرباح هو 30 ألف درهم والبينيفيس غنقصموه على 8% غداعطينا 375 ألف درهم يعني بصفة عامة باش نلقاوه شحال باع او شحال رقم المعاملات دي لهاد صاحب المتجر غنشدو شحال غادي خلص غادي خلص نتلزل بدعم دي لالداريبة وغنقصموه على 10% اللي هو السعر النسبي للداريبة دي لالشق الأول وغادي نقصموه على 8% اللي هو السعر المقابل للمهنة اللي كي قوم بهاد زيد وصاحب متجر للتغذية العم على حساب أهد الجدول المرافق قطعتينا رقم الأعمال 375 ألف المساهمة المهنية الموحدة اش كتساوي؟ قلنا كتساوي الشق الأول اللي هو 3000 درهم اللي كيمثل مجموعة دي الضريبة على الدخل والرسم المهني والشق الثاني اللي هو الواجب التكميلي كنشوفه تلتلاب درهم في الجدول اللي معطي هي بين 2500 واحد أو درهم و 5000 درهم يعني مبلغ الواجبة التكميلية السنوية المقابل هاد 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 اسطر 2280 يعني المساهمة المهنية الموحدة غادي خلص فيها تلتلاب درهم زائد 2280 هاد 2880 هو واجب واجب تكميلي يعني الشق الثاني ومبلغ ثانوي ومستحق عقب الانخراط في نظام تأميل إجباري الأساسي الثاني الثاني غا نشوفو حالة ديال واحد خاضع للضريبة يلا بدا حديثا في مزاولة نشاط مهني يعني حتى الـ 2020 هاد الخاضع للضريبة بدأ مزاولة نشاطه المهني المتمثل في الحلاقة للرجال حيث دول يعطي الفرق بين الحلاقة للنساء السعر الحلاقة بالنساء 30% والسعر الحلاقة للرجال 40% يعني سيد حلاق للرجال ابتداء من فاتح يناير 2020 يعني يلا بدا مزاولة ديال النشاط دياله وعطي انا واحد الإقرار دياله في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة برسم 2021 كما يل قال لنا بأن رقم الأعمال المحقق هو 60 الفدره اعطي اقرار بيتش نحسبو لي ذا بالواجبات المستحقة برسم 2021 مباشرة حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة وذلك من خلال تحديد الأساس الخاضع للضريبة وفق هذا النظام عن سنة 2021 والدخل ديال سنة 2020 يعني الدخل ديال سنة 2020 يخلص عليه الضاربة في 2021 كالتالي حقق رقم أعمال 60 الفدرهم وحلاق للرجال وهذا المهنة السعر المقابل هو 40% نشده 60 الفدرهم ونضربه في 40% يعطينا الربح يعني هذا السعر 24 الفدرهم هذا هو الأساس الضاريبي هد 60 الفدرهم في 40% يعطينا 24 الفدرهم باش نحسبه الضاربة غنضربه 24 الفدرهم في 10% غنشوفه 2400 غنشوفه 2400 حسب الجدول في مكتن تامي يعني اشمن سطر 2400 ما بين 1000 واحد درهم و 2500 يعني المبلغ دي الواجبات التكميلية السنوية هو 2280 درهم يعني في هذه الحالة هد سيدة غد يخلص 2400 دي الشيق الأول وهد يخلص واجب التكميلية 2280 دي الشيق الثاني المثال الثالث هو الحالة دي الوحد خاضع للضاربة وقام بالتفويت دي المهنة دياله دكشيلتي دير تفويت جزئي او كلي دي المقاولة دياله حالة توقف الكلي عن مزاولة النشاط المهني يعني كان خدام في واحد نشاط المهني وقف بمرة نعطي مثال قام صاحب مقاولة النجارة يعني واحد نجار أو لعبد مقاولة نجارة منخارط في نظام تعميل إجباري الأساسي عن المرض بتاريخ 30 يونيو 2021 بتفويت مقاولته مقابل 880 الدرهم يعني 18 مليون ترتب عنه تحقيق مبلغ صافي لزائد قيمة قدره 100 ألف درهم وقد حقق خلال النصف الأول من سنة 2021 رقم أعمال قدره 90 ألف درهم يعني النصف الأول يعني نصف شهر الأول من 2021 دار رقم أعمال دير 9 مليون وفي حالة في هذه الحالة كيتعين على الخاضع للضاربة يدع إقرار عقب عن انقطاع عن مزاولة النشاط المهني يعني لو بغي يوقف النشاط المهني دياله خاصه يدير واحد الإقرار يجيبه الضاربة داخل أجل 45 يوم ابتداء من تاريخ تفويت المقاولة يعني ابتداء من التاريخ اللي غدي يفوت فيها غدي يفوت المقاولة دياله الوحدة ومع مراعاة مقابية المادة 1.236 من المدونة العامة للضرائب الملزم مطالب بأداء واجبات المساهمة المهنية الموحدة كما يلي بالنسبة لشق المساهمة المهنية الموحدة المطابق لرقم الأعمال عدنا 90 ألف درهم هو اللي حققها هذا السيد في المدة دير 6 شهر 90 ألف درهم 90 ألف درهم بما أنه نجرار يعني المعامل ديال هاد الميهنة هو 12% وتتضرب في 10% لكي تعطينا 12% لكي تعطينا الربح و 10 ربعه للأساس الداريبي و 10% لكي تعطينا الداريبة إذن الداريبة اللي قد يخلصها تسيد على 90 ألف درهم هي 1080 درهم يضاف إلى مبلغ هاد الداريبة الواجب التكميلي بما أنه قد يخلص المساهمة المهنية الموحدة اللي فيها 1080 زائد الواجب التكميلي المحتسب كما يلي المبلغ السنوي للمساهمة المهنية الموحدة هو 1080 نضربه في 12% و نقسمه على 6 يعطينا 2160 درهم حيث هذا سيخلصه في عام و أخدم غير 6 شهر يقابل هذا المبلغ واجب تكميلي قدره 2280 درهم يعني تسيد في 1080 درهم سيخلص ضريبة للشهر يعني يكون كمّل سالشهر واحدة أخرى سيخلص 260 يعني الضغم يعني حقق 90 ألف درهم في السشهر الأولى يعني في عام سيحقق 180 ألف درهم إلا ضربتها في 12 و ضربتها في 10% يعطيك 2160 درهم كيقابل هذا المبلغ واجب تكميلي لهو الشقتاني 2280 حسب الجدول وبذلك كيكون واجب تكميلي المطابق للفترة دل 6 شهر 2280 دل أعام يعني حسبنا زائد 1140 حي تحقق غير في 6 شهر هي 2220 درهم يعني شق المساهمة المهنية الموحدة المطابق لزائد القيمة الصافي المحقق عدنا 100 ألف درهم كي نضربه في 20% كي تعطينا جدل مليون إحدى الزائد زائد القيمة الصافي حالة تفويت جزء من أصول المقاولة قام خاضع لها الضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة خلال استغلال مقاولته بتاريخ فاتح يوليو 2022 بتفويت إحدى الآلات مقابل 8-36 درهم والتي سبق اقتناؤها يعني شرها في تاريخ فاتح يناير 2016 بـ 8-60 درهم شرها في 2016 بـ 60 درهم وغادي يدوزها في 2022 بـ 36 درهم يحتسب زائد القيمة المحققة محقق عن تفويت هذه الآلة كما يلي مبلغ الهتلاكات يعني الزامغ تسمو المفترض إنجازها عدنا سعود و 30.000 درهم كيف حسبناها؟ نحن شرينا بـ 60 درهم وضربناها في 10% وضربناها في السنين أصبح وضربنا على نص عام الذي هو قبل فاتح يوليوز يعني 6 شهر الذي قبل في 2022 يعني مش هروح تجهستة يعني 6 شهر يعني 6 سنين ونص سنين ونص يعني 6 سنين ونص نص هو 60 ألف درهم نضربه في 10% و نضربه في 6% و نقسمه على 12% يعني المجموع سنين و نص عام و 39 ألف درهم اللي هي الهتلاكات و لا لزامه يعني اش حال بقى في هاد الآلة القيمة المحاسبية الصافية يعني اش حال بقى تكتسوى هاد الآلة حسابيا هي 60 ألف درهم بشرينها و مش هتمنى 39 ألف درهم دي اللي زام مغتزم و الهتلاكات و بقى تكتسوى 21 ألف درهم يعني بقى تكتسوى 21 ألف درهم محاسباتيا حنا بقى تكتسوى 36 ألف درهم يعني بحالة ربحنا فيها 15 ألف درهم اللي هو زائد القيمة الصافي المحقق مبلغ المساهمة المهنية الموحدة المطابق لزائد القيمة الصافي المحقق نشد هذه 15 ألف درهم اللي ربحنا فيها و نضربها في 20% قد عدنا 3000 درهم وبذلك يتعين يدعو إقرار بزائد القيمة الصافي المحقق تزامنا مع الدفع التلقائي للضريبة المستحقة برسم زائد القيمة المذكورة لدى قابض الإدارة الضريبية نشوف الإجراءات اللي كتتعلق بالإقرار برقم الأعمال و دفع المساهمة المهنية يعني كيفش يعني كيفش تحط رقم الأعمال و كيفش تخلص المساهمة المهنية كتمثل هذه الإجراءات اللازمة من أجل إداع الإقرار و أداء المساهمة المهنية المحدة في ميل في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية يعني الإدارة أو المديرية العامة للضرائب يجب أن تتبسط هذه الإجراءات في مرحلة الأولى ستقوم بالقيم ستطلب المنخارطين أو الإخصام يخلصوا بالقيام بتعبئة تمهيدية لعناصر الإقرار يعني ستدخلوا رقم الأعمال المتعلقة بالمساهمة المهنية المحدة على مستوى نظام المعلومات الخاص بالمديرية العامة للضرائب و يفقاً لقواعد احتساب مفصلة أهلها و من أجل إداع هذا القرار يعني اللي يريد إداع لهذا القرار خاصه إدخل الموقع الإلكتروني المديرية العامة للضرائب اللي هو www.tax.gov و على مستوى النافذة يعني سيكريك على و سيملأ البيانات التحقق اللي هي الاسم العائلي والشخصية والرقم التعريف الضريبي و رقم البطاقة التعريف الوطنية و سيملأ العنوان الباردي البارد الإلكتروني دياله الضروري للتوصل باسم المستعمل لي هذا العنوان اللي غدي اسمه المديرية العامة للضرائب غترسل لي فيه اسم المستعمل و غترسل لي كلمة المرور من أجل انخراط في منصة الخدمات الإلكترونية المديرية العامة للضرائب من بعد غدي يدير الولوج لنافذة بواسطة اسم المستعمل لصيفتات الإدارة و يدخل كلمة المرورية و مدباس و بعد مراجعة عناصر الإقرار المعبئة تمهيديا و اختيار أجل دفع المساهمة المهنية موحدة يعني من اللي غدي يدخل ستختار وش سنوية و ربح سنوية و ديك الرقم و تاريخ الانخراج تأمين الجبالي الأساسي عن المرض إذن يقتدى الحل و يدعى الإقرار و القيام المتزامن بالأداء الإلكتروني مع الإشارة أن مراجع الدفع تصدر فورا دفع مبلغ المساهمة المهنية الموحدة حسب قناة الأداء المرغوب فيها يعني إما تتخلص باسمته عن طريق لابونك و لا تتخلص و لا تتخلص و لا تتخلص و تتخلص في قنوات الأداء و في حالة إذا لم تتمتع بالتمهيدية للإقرار المذكور أو إذا كانت تتضمن مبلغا للضارب على الدخل المهني مغاير لمجموع واجبات السنة المرجعية سنة 2020 يعني إذا دخلت رقم من غير سنة 2020 الذي يتمثل في الضريبة على الدخل و الرسم المهنية و رسم الخدمات الجماعية يمكن للمنزم أن يربط الاتصال بمفاتيش الضرائب تابع له موطنه أو مؤسسته الرئيسية من أجل إداء الإقرار و أداء المساهمة المهنية الموحدة يعني إذا كان شي مشكلة تتصل بمفاتيش الضرائب و يحل لك المشكلة بالنسبة لهذه الإجراءات التي تتعلق بالإقرار و دفع المساهمة المهنية الموحدة سنضر لها فيديو خاص لكي لا نطوش لكم في الأخير نتمنى تكون هذه المعلومات استفتتوا منها في الأخير إذا أجبكم الفيديو لا تنسوا تتعبونه و تضعوا لايك و تضعوا تعليق